ترجمة نانسي قنقر أولاً الحكومة في إطار ممارستها الدستورية وكذلك القانونية بدرت بالدعوة إلى انعقاد دورة ستنائية تعتبر أن بعض المشاريع القوانين تكتسي طابع سيجلي بينها مسروع القانون الإطار وكذلك كل ما له علاقة بالجمعات السولية والضمانات المنقولة وبدون شك أن كل هذه المشاريع كانت موضع لقاءات متعددة من طرف اللجان المختصة وذلك في إطار التكامل بين الهيئة التنفيذية وكذلك الهيئة الشريعية كل ما تمت المصادقة عليه على سبيل مثال مسروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة تم بالإجماع تمت المصادقة عليه بالإجماع سنعرضه في إطار الجلسة العامة اليوم بعد الظهر وبدون شك أن المشاريع الأخرى عندما تنهي اللجان المانية المناقشة سنحترم نفس المصطرة بطبيعة الحال أولا تمت أجيل التصويت إلى يوم الغاد نظرا لإحدى الطالبات التي تقدم بها أحد الفروق وبالتالي قد تعطي فرصة للإجناتقلية التي تجتمع مع الوزير من أجل بعض المواد التي فيها تعديلات التي لم يكن لها التوافق مع الحكومة أما المواد التي تهم المادة جوج والمادة 31 تنظن بأن تم التوافق عليها مع السيد الوزير في إجتماع مع رؤساء الفروق وتنظن بأنه يوم الغاد سيبت في التصويت على المشروع القانون لإطار برمته نعم ما تتشوفش على أن هذه الجلسة هذه هي استثنائية وليطلبتها الحكومة تتجتمع بشير فقط تتصويت على مشروع القانون واحد أيضا الروح ديال هذه الجلسة الاستثنائية أولا إحنا هاقلنا بأنه باش نديروا دور استثنائية على مشروع القانون واحد هذا مسألة غير محبدة ولكن كين مشروع قانون الإطار ديال التعليم ولكن مداش اليوم غصدوا غدي يدوز إلى مداش اليوم غدي يدوز نهار الأربع ولا الخميس وكين أيضا في جلسة استثنائية أخرى نعم حيث أن الجلسة الاستثنائية رأى مازالت دور استثنائية مازالت مفتوحة يوم غدي نصوتوا على مشروع القانون ويوم الأربع أو الخميس سنصوتوا على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي عيلا أنه كين تلاتة المشاريع قوانين أخرى اللي كتهم الأراضي ديالجماعة السولالية ولكن نظن في فريقنا كفريق في المعارضة بأنه هذا يتطلب مزيد من الوقت من أجل المناقشة المعمقة لأنه كي يهم شريحة مهمة من الشعب المغربي اللي كانت توجد بالعالم الخراب لا طبعا هذه النقطة لازلت موضوع نقاش لأننا أعتقدنا في واحد الوقت أن هناك واحدة أرضية مشتركة أن هناك واحدة نوع من الإجماع فيما يخص واحد للقانون اللي يعني عنده واحدة سبغة وطنية واحد القانون اللي كي يهم يعني مستقبل أبناء المغاربة واحد القانون اللي اليوم كنقولها بماريش أكد عليها بشكل كافي لا يمكنه إخدعه لا منطقة الأغلبية ولا منطقة المعارضة ولا منطقة الانتماء الحزبي لأن الأمر كيتعلق بمستقبل أبناء المغاربة فهذا موضوع كنظن اليوم ما يمكنش تكون فيها المزايدات مع كم الأسف كنت تفاجأوا أن نجدوا الأعمال كتحددوا الحكومة بالتوقع دي السيد رئيس الحكومة كي يجدوا البرلمان نحن ننتهي للهجد والأعمال ولكن بقى هناك فرق اللي تلبت أو فريق اللي تلب ربما التأجيل ما زال ما فهمناش ما زال ما في مسعى لفهم شنو وقع لنا في أخير المطقة في القانون ربما عطينا الحجم دياله اللي ما كيستهلوش وعطينا واحد حجم اللي ما كيستهلوش يعني بفعل واحد تدافع اللي مجاني واللي كيغيب الأهم واللي كيغيب المصلحة اللي كنقول ديال البلاد وديال المستقبل وديال الأبناء المغاربة فنظر نطلب الله سبحانه وتعالى لهدايا لهدايا اللي نكملين باش نتوفقوا أننا نمروا هذا القانون فيه أحسن الظروف بالنسبة للسؤال القانون الإطار باشي أنا لكن برمج جلسة البرلمان بتالي هذا الأمر ما لا يخصوني فيما يتعلق بالمشروع قانون ضمالة المنقولة هو مشروع قانون يمكن من تسهيل ولوج المقاولات وخصوصا مقاولة صغرى متوسطة إلى تمويل طبيعي الحال احنا معروف أنه المناخ الأعمال عنده عدد من المؤشرات من بين هاد المؤشرات سهولة الوصول للتمويل كان أحد المؤشرات اللي المغرب تراجع فيهم رغم التقدم الذي حصل في مؤشر ديال المناخ أعمال ورغم التقدم اللي كان بتسع مراتب أتكلم عن التقرير ديالالفين وثمانتاش من ما يعطيسه خيرات جميع الفرح العلمانية بسعارة البالغ الأهمية وفي هذا الصدر أود تخديم شكرين لمختلف المتدخيين خلال جلسة لإنهات المالية على المستوى العالي للمناقشات وعلى حرصهم الشديد على تبني نظام التدديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر